اخدنا سنارات وطلعنا على الساحل وقلنا خلاص هنطلع النهاردة اكلت سمك حلو فدردنا سنارات كلها ووقفنا استنينا استنينا كتير قري لقنا مفيش فايدة غيرنا المكان وروحنا مكان تاني قلنا بس هنطلع السمك من المكان ده لقيت الحجم ده هو ده اللي طلع لنا ودي كانت فرحت بنتي وهي اول مرة تصطد بس كانت السمكة صغيرة جدا رجعناها على المية عبد الرحمن طلع سمكة تاني قلنا بس هتبتدي بقى تطلع وهتزوط معنا لقينها صغيرة برضو رجعناهم على المية وطلعنا بسرعة رحنا نجيب الاكل من الماكس قلنا بس مفيش حال غير ان احنا هنروح نشتري شوية جنبري حلوي واهم حاجة يكونوا بلدي وشوية سمك بربونة على شوية جندفلي لزوم الغدوة السمك الجندفلي الطازة بتعرفيه لما بيكون مفتح وبيتحرك قدامك في المية سمكة البربونة الطازة بتعرف ان هي طازة لما تكون مسكة نفسها ومش مهرية ويكون لونها محمر جنبري البحر البلدي بتعرفين ان هو طازة وحل لما تلاقي مبطرخ من عند الراس والجنبرياية مسكة نفسها وريحة البحر طلعة منه علشان تساوي الجندفلي هتحتاجي شوية مية مغليين وهتضيف عليهم الجندفلي اول ما تلاقي الجندفلي ابتدى يفتح معاكي على طول تشليه من المية وتبتدي تصفيه رجعت ضفت في الحلة في حوالي كوباية مية واضفت عليه تاني الجندفلي وخرجت البصل وثوم وشوية باقدونس وحطتهم على الجندفلي واضفت عليه ملح وكمون بس غلويتين على النار والجندفلي بقى جاهز ايما بقى الجنبري فاسهل منه مفيش بصل ترنشاط شوية ثوم قرنفلفل او تقدري تستغني عنه وشوية ملح وكمون غلويتين لمدة خمس دقيق الجنبري خلاص طازة وطعمه طحفة ولا الشربة بتاعته مش عايزة احكيلك على جمالها شربة الفسفور كله فيه اول حاجة لازم تعمليها تعليقا للرز وبعد كده قليت السمك وخلصته والجنبري والجندفلي ما بيخدوش خمس دقيق على النار دول اخر حاجة علشان تقدمهم سخنين وتقدم الشربة بتاعته اما بقى لو سبت الشربة فترة طويلة فخلي بالك هي لونها هيغمق شوي علشان الفلفل بينزل لون غامل تقدر تستغني عن الفلفل الاخضر تماما بس انا بحب نكهته في الاكل انا عن نفسي عاشق الاكلات البحر اكلات السيفود كلها بعشاها جدا يا ريت تقولي لي انت كمان بتحبي اكتر حاجة تكلها ايه في اسمك البحر وايه اكتر حاجة بتحبيها في السيفود وما تنسيش لو الفيديو عجبك النهاردة لايك وسبسكرايب لتستفو تشانل وشير لاصحابك علشان يوصل للاكبر عدد شكرا